قالت مصادر طبية عراقية أن خمسة مدنيين بينهم طفل أصيبوا بجروح جراء قصف الجيش العراقي بالمدفعية مع برأ البو شجل في سقلاوية شمال الفلوجة وفي السياق نفسه قال تنظيم الدولة أنه قصف بأربعة صواريخ موقعا تابعا للجيش بمنطقة الفلاحات غرب الفلوجة وذكرت مصادر طبية أن 32 جثة لميليشيا الحشد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى مستشفى المحمودية جنوب بغداد